بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نستكمل مع بعض محاضرات الفصل الثاني الذي يتناول مناهج البحث في علم النفس التربوة تناولنا المنهج التاريخي والمنهج الوصفي اليوم نتناول المنهج الثالث وهو المنهج التجريبي المنهج التجريبي أحد المناهج أيضا لكنه يستخدم التجربة لدراسة الضواف طبعا في عوامل كثيرة تؤثر على إجراء التجارب اللي هم العامل المستقل المتغيرات المستقلة ثم العامل التابع ثم العوامل الداخلية اللي هي تكون ما بين ظهور العامل المستقل والعامل التابع تعالوا نفهم هذه الأشياء من خلال تطرقنا لخطوات المنهج التجريبي أول خطوة من خطوات المنهج التجريبي تحديد المشكل لابد أن أحدد المشكل اللي أنا عايز أدرسها أو أسعى إلى حلها تحديدا دقيق ثم بعد ذلك أبدأ أجمع المعلومات والبيانات حول هذا الموضوع اللي أنا عايز أسعى إلى حل المشكلة الخاصة به أختار العينة عينة الدراسة اللي أنا أطبق عليها أبدأ أعمل التصميم التجريبي هل أستخدم مجموعة واحدة مثلا يعني مثلا لو أحبنا ندرس هل التدريس باستخدام التكنولوجيا الكمبيوتر يؤدي إلى زيادة التحصيل لدى الطلاب في هذه الحالة بأخذ مجموعة واحدة من الطلاب أدرس عليها التحصيل قبل استخدام الكمبيوتر ثم التحصيل بعد في هذه الحالة يصمى هذا التصميم التجريبي مجموعة واحدة لو أخذت مجموعتين أو أكثر آه ممكن يأخذ مجموعتين مجموعة تدرس لها بالكمبيوتر بنسميها مجموعة تجربية ومجموعة لا تدرس لها بالكمبيوتر تدرس بالطريقة التقليدية بنسميها مجموعة ضابطة في هذه الحالة يسمى التصميم تصميم مجموعتين طيب نبدأ ندوان البيانات والمعلومات ونبدأ نحلل هذه الأشياء إحصائيا لنصل إلى النتائج الخاصة بالبحث ثم نفسر هذه النتائج في ضوء ما توصلنا إليه ونخرج مجموعة من التوصيات حول هذا الموضوع طيب نتعالن النشاط الخاص بالمنهج التجريبي بعد ما تناولنا تعريف المنهج التجريبي وخطواته تعالن النشاط أننا في صورة مجموعات صغيرة نبدأ نختار إحدى المشكلات أو الظواهر النفسية ونحاول نشوف إزاي نستخدم خطوات المنهج التجريبي في دراسة هذا الموضوع أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقى